طيب أنا عايزة أفاجئ زي ما أسما فاجأتني إنها جايبة الكولكشن اللي أنا عملها للمطبخ أسما كان عندها حلم قاريت الفوست عندك عالسوشيال ميديا وشفت إنه عندك حلم وبتحبي من أنت صغيرة الشموع جداً أنا بعشق الشموع بعشق الدكور جداً جداً ودايماً بشتري الشموع دي بالمنظر الراقي المحترم الفخم ده لما بسافر أو المحلات الكبيرة اللي إحنا كلنا عارفنا مش هاز كتير بتفهم قوي فكرة الشموع يعني بيعتبروه بس دي كور بس ده أو رفاهية بس قصدي إني لما شفت الكولكشن قلت ده صناعة مصرية جداً مية في المية ده صناعة مصرية أنا ممكن أحطها فين عشان تفضلوا شايفينها نحطها جنب الهون هنا هاتبقوا شايفينها كده نيس بتحقق أحلامها هاي ده من أحلام أسما اللي حتحكي لنا عليها وأنا حابة نجرب ريحتها لأنه مش هحكي لكم على الريحة وقد إيه تفاصيل رائعة أسما هتمت بيها من الغطى السيلفر وفعلاً فعلاً بصوا لما قلت في الإنترو إنه الصناعات المصرية الشموع من الصناعات على فكرة موجودة جداً بس والزجاج والفضة بس محدش من الصناع ممكن لوحده من غير برودكت ديزاينر يقدر يطور منتجات جديدة توازي اللي موجود برا احكيلي كده بسرعة قبل ما ناخد مكالمة حلمك منيتي صغيرة بتحب الشموع أنا بحب الشموع جداً لأنها بتأثر عن نفسي اللي هي والمزيكة يعني أنا شخصية كده رومانسية حلمة فبحب موضوع الشموع من زمان وبتهديني وتهدي أعصابي التطور بقى للواحد بقى من القراية ومن السوشال ميديا اللي هي الجانب الإيجابي اكتشفت حاجات في الشمعة مختلفة عن الشمعة اللي كنت بشتري زمان شمعة اللي بتشتري زمانية اما بيبقى برافين بس اما بيبقى فيه ريح عطرية عادية يعني ده في إسانشل أويلز اللي هي زيوت العطرية اللي برد موجودة في مصر اه دلوقتي موجودة في مصر طبعاً فيه حاجات كتير بتعملها بس بيقاليها إفاكت على المود يعني الإسانشل أويلز دي بتبقى بتأثر فيك بشكل إيجابي زائد بقى ان احنا عملنا شوية التفاصيل اللي هو الكاب ده علشان ما نعودش ننفخ فيها تحتفز بالريحة يعني انت ده اللي عايزين النهاردة لوصلوا الناس بتحب الشموع انت اللي بتفرج علينا او اللي تفرج علينا ممكن دلوقتي تقول ايه ده طب انا بحب مثلاً الكروشيه طبعاً هل ممكن اعمل صناعة من غير ما امتلك مصنع من الكروشيه بكل بساطة انت روحتي لحد خبرته ومهنته صناعة الشموع عملتي انت برودكت عملنا ديزاين مع بعض وعملنا كولابريشن علشان انا اعمل اللي انا بالزبط عشان اعمل اللي انا بفهم فيه وقدي العيش لخبازه من الاخر الخبازه هو المحترف صانع النحاس صانع الزجاج صانع الشموع اللي بيغزل القطن ممكن اي حد بيتفرج علينا وده هدفنا انه ندي انسبريشن ندي ايه بصنوع وان ستات كتير تحقق احلامها يعني بقى فيه زي بار اه طبعاً بس انت عارف انا بتحيز للستات اكتر لانه ده بتقدر حتى وهي قعدة في البيت تعال في فكرة ايه ان هي قعدة في البيت تقدر تشتغل من بيتها ويبقى عندها ولادها تهتم بيهم وتبقى مصدر سعادة ومصدر رزق لانك هو سعادة قبل الرزق عشان الانتاج ده بيحسسك انك عايشة اشتركوا في القناة